اشتركوا في القناة ما كيف تفتحوش معنا باب الحوار وكان طلبهم الشركة باش تفتح معنا باب الحوار وتعطينا الحقوق دينا لان الحقوق دينا لاننا كنا نستفدو منها دابة ولينا كنا نتقصو فيها بالنسبة للتعطل في الأوجور بالنسبة للرسورانس بالنسبة للعمل الجدد ما كيتخلصوا شي في الوقت ديالهم بالنسبة كان عانيوا معها مشاكل كبيرة يعني اذا ما احنا ما بغيناش نوقفو كنا نستطيعنا وشركة التواصل معنا سعى شركة عندها قدرتها مطول بزاف اولا احنا كنتواجدو اليوم امام مرعب بشركة ميكو مار احتجاجا على ما لاحظناه من مماطلة وهروب الى الامام لان هناك مشاكل عدة مطروحة وقضايا ديالشغيلة كمالهر اللي تأسس المكتب النقابي المنضوي تحت الواء الاتحاد العام تشغالينا بالمغرب احنا كنحسو بمجموعة ديال الامور اللي الادارة ما بغاش تحمعنا فيها حوار وهي مشاكل ديال العمال ناهيك على انه العمال كيعانيوا من تأخير ديالالأوجور تأخير في مسبق الأوجور مشاكل ديالتأمين لانه دائما كيتأخر عليهم وكنا درنا واحد الاجتماع ولكن حسنا بانه ادارة اعتبرتوا انه اجتماع شكلي فقط احنا الهدف ديالنا هو انوقفوا على القضايا الحقيقية ديالطبقة الشغيلة ديال ميكومار وبغينا اكثر من هذا مدم ان انتخابات راه دازت وعلى انه اتفاقيا راه اخر اتفاقي كانت في 2014 كانت منه على انه تكون اتفاقيا جماعية اللي تحفظ الكرامة ديالهاد الاخوان ديالنا وشكرا لكم اشتغل اشتركوا في القناة